السلام عليكم طلابي العزاء كيف الحال أتمنى تكونون بخير درسنا اليوم هو حل مناقشة المؤمنون أخوة للصف الخامس الأعدادي علمي وأدبي أسئلة المناقشة صفحة 121 سؤال الأول استشهد بآية كريمة تحث على الإصلاح بين المؤمنين الجواب صفحة 116 قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله أعلكم ترحمون صدق الله العظيم هذا هو جواب سؤال الأول سؤال الثاني كيف شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين في دوادهم الجواب صفحة 117 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو جواب سؤال الثاني سؤال الثالث عدد عشرة من حقوق الأخوة واشرح خمسة منها مع الشاهد الجواب صفحة 20 هذه هي واجبات الأخوة عدنا أكثر من عشرة من الشرح وخمسة مننا فقط الشرح هاي عدنا واحد نية ثلاثة أربعة خمسة ستة هو طلب من عدنا فقط خمسة نشرح إذا هذا هو جواب سؤال الثالث السؤال الرابع ما أثر غياب روح الأخوة في المجتمع الجواب صفحة 118 طبعا سوف ينعكس سلبا على رابطة الإخاء وتحقيق العلاقة غير سليمة بين الطرفين تؤدي إلى القطيعة والجفاء هذا هو جواب سؤال الرابع وهذا كنت هنا من حل المناقشة أتمنى تكونوا استفدتم من الحل وبالتوفيق والنجاح الجميع إن شاء الله ولا تنسوا اشترك بالقناة تفعيل الجرس